في عشرون نقطة هذه هي أهم تصريحات الرئيس الجمهورية عبد المجيد تابون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وهذا رسالكم كل جديد تدرق رئيس الجمهوري عبد المجيد تابون اليوم الأربع في لقاء مع الجزيرة بودكاست إلى العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الداخلي والإقليمي والعربي وفيما يلي أهم التصريحات التي أدل بها رئيس تابون أولا قوة الشاب لا تقاس بالقوة العسكرية وإنما بالقوة الاقتصادية الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهادة الصدوق النقط والبنك الدوليين سنة 2023 ستكون سنة الإغلاع الاقتصادي اندمام الجزائر لمجموعة بريك سيتم الرد عليه على هذه الصائفة ويمكن أن تكون في المرحلة الأولى كمراقب قبل أن تنن العضوية الكاملة احسياتي الجزائر في النقط الأجنبي بلغ حاليا 64 مليار دولار خلفا للتوقعات ولأول مرة منذ أربعة عقود صادرة الجزائر خارج المحروقات تتجاوز 7 مليار دولار الجزائر تسجل نموا داخلين وعدل 4.3% حجم التضخم يونيت 9% والجزائر دولة اجتماعية بامتياز وتواصل سياسة مع حيشة المواطن الجزائر تعفع أجور الموظفين ثلاث مرات رغم المعاناة العالم من أزمة رقود اقتصادي مليون عاضل عن العملة العمل لستفيدون من منحة البطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر